عايشتناك على جوزيجو ميز مكمل مع الزمالك ولا يروح الاتفاق طيب النهاردة كان فيه تقارير صحفية أشارت أن وجود أو ترشيح جوزيجو ميز ضمن الأسماء لخلافة استيفان جيراد دايما بنروح للمصدر المسؤول عن القصة ما أعلموا أن جوزيجو ميز تلقى عروض في الصيف رفضها جميعا مباشرة المدربة ولا رفض حصل جس نبض من بعض الأندية خلال الأيام اللي فعلت من بعد تتويج الزمالك مع جوزيجو ميز بالسوبر الأفريكي ولكن المدير الفني والجملة دي كان أحطها بنكوسين رغم الأزمات والمشاكل سعيد بوجوده في نادي الزمالك ولا يرغب في الرحيل إلى الآن إلى الآن أنا أقول لك أوبينكوسين رغم الأزمات والمشاكل بدأت لك رغم الأزمات والمشاكل الأزمات والمشاكل يعني منها؟ يعني أنه بيطلب صفقاتنا بالجلوش تأخر مستحقاته وتأخر مستحقات اللاعبين بص مش بقول أن مجلس الإدارة مثلا ده يعيبه أو كده المجلس ده اللي يكون فرعونه لأن التركة يعني رهيبة لسه مبارح 800 ألف يورو اللي بتشيكه غير أن أنت أصلا كل شهر بتدفع 200 ألف يورو لخليب بطيب في الجدولة بتاعته ودي جدولة سامسون سامسون كام؟ يعني أنا عندي الأرقام بس احتراماً للناس مجلس قدرات الناس زمانية هم مش حابين يعليونه فأنا مش حابب حتى لو بعد كده تم الإعلان لك أنا عندي الأرقام هو اللاعب كان ياخد تقريباً كليه مليون و300 ألف دولار ده بقي عقده كله التسوية يعني بالضبط بالضبط 56% من المبلغ ده تتحسب بقى زي ما تتحسب عشان ما بقى شان اللي قلت الرقم اللي إيه؟ لكن سامسون مضى خلاص على الاتفاقية ديه يعني بنتكلم في الرقم آه رقم ما يقرب من هذا يعني بالضبط أنا بقولك بالضبط 56% في الناس ويسدادوا شهرياً لمدة سنتين على سنتين شهرياً كل شهر هياخد رقم تاريخ دي الهائل بصراحة يعني حي مجلس قدرات نازل عمارك عليه وتحديداً كابتن حسين السيد والأستاذ عمر أدهم لأن المجلس بالكامل تقريباً يا كريم قعدوا مع سامسون ما توصلوش لأي اتفاقية ولكن كابتن حسين وأستاذ عمر أدهم قدروا أنهم بعد جلسات كثيرة يعني يحلوا الأزمة ممتاز